على حساب الدم العراقي الاشتباك المسلح بين الشرطة وعناصر خلايا داعش فور وقوع الانفجار الذي اسفر عن استشار تسعة اشخاص بينهم ضابط وعدد من المنتسبين سبقه مقتل ضابط واصابة جنديين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد الاسبوع الماضي ما يؤشر بحسب خبراء امنيين الى عودة التنظيم باستغلال الفراغات الامنية التي تتسع في مناطق تقرأ في الخارطة الامنية على انها مناطق متنازع عليها وفق ما يرى محللون انها سهلة على التنظيم باستغلال النزاع وعدم الاستقرار الامني فيها والتي لم تصل الحكومة المركزية الى حل جذري لها منذ سنوات الاحداث الامنية حركت انظار الاوساط الامنية للتركيز على ما يجري من محاولات بناء التنظيم الارهابي نفسه من جديد عن طريق استثمار الفراغ الامني ما يتطلب جهودا كبيرة باثبات قدرة القوات العراقية على قطع الطريق امام خلايا التنظيم وهو ما يتطلب بالضرورة التنسيق الامني مع قوات التحالف الدولي بقيادة امريكا والتي اعلنت مؤخرا تقديم الدعم التدريبي وتسليح القوات الامنية اذ يعتبر الملف الامني من اهم التحديات التي تواجه الحكومة سيما مع استمرار ازمة خلايا التنظيم النائمة التي تنشط رغم محاولات حكومات متعاقبة مواجهتها سيما ان عمليات ضبط الحدود لم تنهي محاولات التنظيم من استغلال ثغرات امنية بالمناطق التي تسهل وصول اسلحة لها سيما المحاذية مع شوريا